لسه كلامنا مستمر عن الرياضة ومنتخب كرة اليد للكراسي المتحركة فاز على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0 في الدور النهائي ليتوج باللقب بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-0 أيضا في الدور نصف النهائي ببطولة العالم واللي بتستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى لأول مرة خلينا نرف تفاصيل أكتر عن الإنجاز المصري الجديد وفوز منتخب مصر لكرة اليد جلوس لفاز بكأس العالم بنرحب ناردة في فقرتنا بالكابتل محمد فارج مدارب منتخب مصر لكرة اليد الكراسي المتحركة سبعة الخير عليك يا كابتل ألف ألف مبروك سبعة ألف ولم ما شاء الله بشرفيننا والله مبروك لمصر طبعا مبروك لمصر ومبروك لكل أبطالنا اللي شرفونا طبعا أبطال المنتخب في البداية خلينا نعرف من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين إزاي قدرنا نشارك في البطولة أكيد كان فيه أدوار تمهدية وكان فيه مباريات مؤهلة لبطولة كأس العالم المشاركة المباريات يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر أولا صباح الخير بعد الفوز ده لكل الشعب المصري والأب الروح الرئيس عفتاح السيسي لأن إحنا طبعينا دي تالت نسخة لكأس العالم إحنا اشتركنا في النسخة الأولى كأس المصري لنا برضو دي تالت نسخة أصلا في كأس العالم كأس العالم كورتلياد مش تالت مرة تشاركوا لا دي تالت نسخة نسخة عامل تمصر والنسخة تالت عامل تورتغال النسخة الأولى لبرازيل اللي احنا لعبنا النهاية معها والبرازيل خدت أول عالم وإحنا خدنا تاني ودي كانت بدايتنا احنا لأن اللعيبة اللي بتلعب كرة يد هم من الأفضل لعيبة المستخدمين كرسي اللي هم لعبة السلة كرة اليد على كراسة المتحركة يبقى لازم رقم واحد يكون مستخدم كرس كويس فلعبت السلة وأنا في النسخة الأولى كنت أنا كابتن منتخب مصر مع كابتن البريم الله يرحمه وكابتن ولي عبد المنقود حاليا وقدرنا الحق إنجاز ونوصل لطارجت معين وصلنا للنهائي إحنا كنا في مجموعتين في مجموعتين في البطولة من أقوى دول العالم كانت موجودة في النسخة الثالثة إحنا كنات معنا البرتغال تشيري الهند دي مجموعة بتاعتنا المجموعة الثانية فيها البرازيلة على عرص مجموعة فيها اليابان فيها فرنسا فيها أمريكا وإحنا مجموعتنا كانت تعتبر مجموعة سهلة ولا الأصعب؟ قوية جداً بقول لحضراتك من أقوى تمن دول على مستوى العالم باللعبة كرة البرتغال أول عالم اليابان أنشأت اللعبة سنة 2003 يعني اليابان عندها دولي فرنسا من الدول المحترمة جدا جدا وبتهتم بالريادز وحتاجاتها الخاصة وخصوصا في كورة الرياد البرازيل أول عالم في النسخة الثانية عندنا الموضوع كان صعب جدا جدا البرتغال معنا في مجموعتنا البرتغال أول عالم في النسخة الثانية يعني إحنا ببنك أوصيد بس إحنا الحمد لله أدىها أدود دايما والله تم اختياري للجهاز الفني يكون من دبن الجهاز الفني كمدارب الفريق وده طبعا كان شرف لأي حد في مصر طبعا وقالوا إحنا تكون معنا في الجهاز ده الترشيح تم من خلال لجنة برامبية دكتور حسام الدين مصطفى والكابتل عماد رمضان وفعلا ابتدينا مع أسكر ثلاثة تمانية استعدادها لكاس العالم كان موضوع صعب جدا جدا لإحنا كنا بنقدر ندرس مواقف الفرق ديت فعلا فيه ثلاثة أربع فرق من أقوى فرق العالم موضوع صعب يعني موضوع الموضوع مش سهل جدا غير النسخة اللي إحنا لعبناها في مصر هنا النسخة الثانية كان فيها ستة فرق النسخة دي بقى كله جاي مستعد أولمبيات مصغرة أولمبيات اللي أنا سميتها أول ما بصينا في الجدول قلت لهم دي أولمبيات مصغرة طيب إحنا أكيد كان فيه صعوبات طبعا في هذه البطولة لكن إحنا أول مرة نشارك فيها خدنا مركز تاني تاني أه طيب هل إحنا كان عندنا دوري؟ لا ما عندناش دوري؟ لا 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 طيب اللعبة دي في مصر بقى لها الده اللي حصل بالضبط إحنا منتخب مصر الكورتي السلة اللي كانت متحركة كنا في قديسة بابا واخدنا البطولة أفريكية وسعيدنا كاس عالم لدبي كاس عالم الكورتي السلة في الفترة اللي كانت فيها مرشح اللي يعمله كاس عالم في مصر مصر تصديفه على صراط الدكتور حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى يعني أنا بشكوره على الهوى فهو بيدعم لعبة أو دعم زل الاحتجاجات الخاصة فطلب بإنشاء أو استضافة كورتي اليد لكاس العالم فالوقت كان مصير هم عملوا اختبارات فعلا حد من مجلس ردارة الاتحاد والناس المسؤولين إحنا كورتي السلة مروحناش لإننا إحنا كنا مركزين في كاس عالم كورتي السلة كان عندنا المعسكر عملوا اختبارات وراح مئة وعشرين لعب واختروا من هم اتنين لعبة فقط بس من مئة وعشرين وقالوا دول ممكن يصلاحوا يلعبوا كورتي اليد البنيان الجسمانين كويس بس للأسف اللي ما نحكم على لعب يلعب كورتي اليد ويلعب لعبة تانية زي ما قلت حضراتك في البداية حاكم في الكورسي لعب الكورتي اليد رقم واحد لازمان هكون مهاري في كورسي هكون متمكن في كورسي جواس جدا جدا فطب ما فيش ناس تانية في اللجنة اتدوا يتجوا اللجنة برنبية قالوا احنا عندي له منتخب مصر كورسي جدا بس المنتخب عنده كاس عالم كنا ساعدين كاس عالم الحمد والله يعني الجيل بتاعي فقالوا طب نشوفهم قالوا ادى عندهم كاس عالم لحسن الحظ كلنا معسكرين بصدد دكتور حسن مصطفى وكاس العالم عندنا يتأجل شوف بقى فالتحاد اليد قال لا خلاص بقى ناخده دول ولادنا بقى ناخدهم بقى احنا أولى بيهم دلوقت دول نطعاش من هنا كنا مسافرين تركيا بالزبط كده كان عندنا بطلقة ودية قبل كاس العالم وعملنا كل إجراءاتنا بس الاسب ما سافرناش وقالوا ده السفرية كاس العالم تأجلت طبعا نعملين قالوا ان شاء الله معنا هنا في اليد بقى ان شاء الله اليد دي موضوع غريب جدا جدا ابتدنا العسكر عسكرنا 45 يوم في المرحلة الأولى وقدرنا نقاط يعني نجيب مطشاط ونتفرج عليها ونشوف الناس دي بترعب يد دي ازاي كانون اليد مختلف تماما عن قرونة كورت السلا طبعا كورت السلا بتتشايل بقى عمل ديريبل كورت اليد مختلفة تماما فابتدنا بقى نتعايش الموقف كان عندنا عزيمة وقراضة المجموعة اللي كانت موجودة في النسخة الأولى بجانب برضو المجموعة التانية كان عندنا عزيمة وقراضة اللي احنا نعمل حاجة باسم مصر كويسة أما خدنا الفضة كنا زعلانين جدا جدا رجل من اللي هي مش لعبتنا أصلا بس البطولة مقامة على أرض مصر فكان يمنى احنا رفع عملها من مصر الفوق هو اترفع واخدنا مدينة فضية بس احنا كنا متأزمين شوي جات بقى النسخة التانية معاكم فضية ومتأزمين هي دي الروح على فكرة اللي احنا محتاجينها في كل الرياضات النسخة التانية اتعملت في ارتغال بس لأسف ما شاركناش لانت عملت ستة ضد ستة فالتحدي اليد كان فيه اجتماع وقال احنا برضو احنا وصلنا مرحلة كويسة فإن يستحسن نحن نحن نحافظ عليهم ومن ستة ضد ستة دي الموضوع كان يبقى أكبر شوية فما شاركناش والبرتغال خدت أول حالة النسخة التالتة بقى اتعملت في مصر بفترة دية بقى طبعا وتم اختياري من دمن الجهاز الفن أن أكون مدرب مع الكابتن وقال عباطي وانا متخصص كرسي كويس الحمد لله بفن في الكرسي وتشير يعني الحمد لله الحمد لله كل حاجة من ايد وزيت في الكرسي بجانب اللهم كانوا زمائلي وأنا كنت كابتن منتقب ففيه برضو يعني احنا مع بعض احنا بنقض على فقودة واحدة عندي بنكل مع بعض بنشرم مع بعض بنتعاش مع بعض بنسحب الموبايلات عشان خاطر الناس تنام في تعايش نظام يعني فكرة وجود نظام وجود كمان احساس بالمسئولية تجاه اسم مصر وتجاه فكرة المسئولية اللي عليك ودي يمكن نقطة مهمة الحقيقة جدا جدا يعني تشكروا عليها وتحترم ولو ما كانتش نبع منك وكمان انتو شخصيا من جوة مستحيل حد يقدر يلقنها الحد الموضوع بكل بساطة احنا بنلعب باسمه مصر مصر دي احنا بنسافر برا في المحافلة الدولية مصر لصل اسمائي بفوق لازم فعلا نرفع عالم مصر بجد ودي روح يعني وهي دي روح اللي احنا نتكلم عليها يا كابتن ودي حاجة تشرف الحقيقة طيب خليه اعرف منك بقى فكرة التأهيل الاستعدادات الدعم اللي تقدم هل لسه محتاجين حاجة تتقدم عشان نقدر نحافظ على المستوى ده ومش بس نحافظ عليه لا كمان نبني عليه اولا بداية الدعم اللي تقدم كان فيه تعامل بين اللجنة البرامبية والتحاد كورتليات اللجنة البرامبية دعمت بالكراسي كورت السلة اللي هي موجودة بكل الكراسي كل الكراسي يعني احنا كنا ضمين في المعسكر لو يكلنا على العشرين لعب احنا كان عندنا لو يكلنا على الخمسة وثلاثين كورسي دي دي يعني من خلال من خلال البرنامج واشكر اللجنة البرامبية بالكراسي دكتور حسام الدين مصطفى والكابتن عماد وعدم مجلس دارة جميعا لان فعلا نساعد لكل كويتهم اللي هو الفعلا البطولة دي تنجح الشك التاني اتحاد كورتليات دي ابتدا لو فيه مشاكل في العجل فابتدا دي سين العجل كابتن محمد عزي نعمل عزي نعمل كذا كذا عشان نوفر كل صبر الراحة ابتدنا الاول ان اهل العجل وانجهزه قبل المعسكر 4-4 ايام يعني ابتدنا في كنفيه 4-4 ايام سيونة العجل كامل وتجهيزه اللعب يجي من منزل او من البيت يجي يوعد عالكورسي جاهز عشان يقدب اعلى مستوى لان الفتر كاته سيارة ابتدنا طبعا تعالى كابتن دكتور عادل مشرف اللعبة من كبر اتحاد كورتلياد ابتدت حط خطة كابتن واق المدير فني انا مدارب معناك كابتن محمد عباني ميداي عادنا طب هنعمل واحد هنعمل اتنين هنوصل لإيه طبعا فترة قصيرة طبعا زيادت الحمل ونزل بحمل وطلع بالحمل طبعا كانت كل تخوفنا اللي فيه اي لعب يتصاب من كمان من اللعب الأساسية اللي لعب يكسر عام من نسخة الأولى لانهم كان عندهم دراية كاملة عندهم خبرة كاملة بدراية كورتلي بس قلنا برضو نسيب الباب مفتوح لعل لو عسى يظهر حد من خاناتك كويسة يظهر يخش في وسط المجموعة واحنا كده كده بنحس عورة الدهب فعلا فتحنا الباب لكل اللعيبة اللي تختبر بنات وشباب وابتدينا فعلا دي افضل مجموعة كارت موجودة اخر مجموعة اللي هي مستورة مصر تكسر عام فترة حالية ابتدينا طبعا معسكر فترة صوحية تدريب ساعتين فترة مسائية فطبعا كان فيه تكسف اللعيبة مطروحش البيت الموبايل يا دوبك ممكن يمسكه ساعة بيتطمن على أسرته بنقف التام الموبايلات تاني كنا عامنين زي معسكر مغلق كبصورة مغلقة عشان نقدر نحافظ على كوام الفرقة حدش شتت اللعيبة احنا كان عدافنا الاول والاخير المركز الاول طب نعمل ايه اول مجموعة اول مجموعة كان مطش صعب جدا جدا معتش الحمد لله كسبناها تنسف لعبنا الهندي لعبنا البرتغال تاني مطش خسرنا من برتغال اللي هي بطلة عالم كسبنا الهندي اتنين سفر وبتدينا بقى نخش بقى في في الجد يعني مش الجد الجد اللي هو الانتحار بقى موت عادنا مع بعض احنا كل يوم لينا اجتماع بصف شخصية انا كمع اللعيبة كنت بتقوله ايه بقى عيكب؟ كنا بنقول احنا نازمة نرفع على مصر في البطولة دي عشان دي العراضين احنا مش هتنزع الموضوع دا لو خدنا فضل احنا كنا نطلع من منصة التاتويك مكناش هنقف ايه موضوع اتنين سفر اتنين سفر اتنين سفر اتنين سفر احنا ما شاء الله تلين شيت في مباراة كتير عايزين نتطمن على مركز حراسة المرمى انا شايفه بنت هو فيه تبديل احنا اللعبة دي معمولة وفيها القانون اللعبة دي عاوز بس اوضح لمشاهدين احنا عاكاتنا مختلفة فعندنا مش كل القاعد على كرسي يعني نفس العاقة فيه عندنا عصابات عمود فقري بياخد بوزشة الكلاس معين فيه واحد مثلا عنده عاقة خفيفة بياخد كلاس معين المهم تجميع النقط اللي بينزل الملعب 12 نقط 12 نقط دي البنت دي 4 نقط فعندنا بنتي تاني نقطتين فاحنا لازمنا نجمع عليهم شباب هي اللعبة فيها دمك لازمنا نجمع عليهم اولاد ممكن يقلوا عن 12 لكن ما يزدوش ده قانون اللعبة عندنا مش شرط ان انا ممكن اجيب ايه اربع معاقين ونزلهم ثلاثة شباب وبنت لا ده ليه معاقات مختلفة ليه موصفات معينة لها بوزشة معين وده بيبقى ليه point معينة او نقط معينة نقط معينة احنا الحمد لله الحمد لله قدنا اتفاق على نفسينا كان بتعمل اجتماعات دورية قبل كل مطش يعني بنجيب مطشات الفرق دي طلاص احنا بقينا مكشوفين للعالم احنا اللعبنا كاسر عالم والمرتغال مكشوفة اللي كانتش مكشوف بالنسبان اليابان اليابان وامريكا وفرنسا كانوا افتنين عبسوهم شوان فدي كانت برضو من ضم الصعوبة ومن اصعب المطشات اللي عبناها في الدورة دي من اصعب المطشات مش هنكن مطشة امريكا جامد جدا 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 فريق اليابان فريق اليابان ما شاء الله فريق محترم جدا جدا بيلعب كرسي مرتز جدا جدا فهموا بيعمل ايه وفعلا هم دول التمن فرق اللي لعبوا دول اللي هيعبوا الالقلمبيات اللي جاي لاني هتدرك في الالقلمبيات اللي جاي خلاص يا دخل الالقلمبيات هيستنوك واخد بالك بص هقول لحضرك الحاجة يعني احنا البتكس العالمي اللي فات اللي احنا لابناه هنا ده احنا كنا بلعب فكر 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 مختلف نتكسل عندك الفكر مختلف تبعا احنا بنكمل مسيرة فلازم نطور من نفسينا لازم تكون غامض كمان اه ولازم كمان نعرف ايه نقاط الضعف عندنا ونقوية ونقاط الكوة ونلعب عليها وازاي فعلا احنا اكبر من الفرقة كلها في البطولة دي احنا بنلعب بالنظام كده المصريين عندهم روح وعندهم قلب احنا بننزل ملعب كلمتنا احنا بابنا وببعضين لا قاتل لا قاتل احنا مش نموت احنا هنقتل وناخد الجيم احنا ناخد الجيم احنا كده بلعب حاجة اسمها ضغط برس برس ده بتقول الملعب ده ما بيلعبوش اللعيبة اللي عندها فتنس عالي وبدن عالي يعني يقدر فعلا الارضية اصلا كمان تقيلة يقدر يزلق الكرسي ويقدر روح وييجي فهو عنده بدنيا وجثمانيا هو خلاصة اهل في الجزية دي لان احنا عملنا فترة تأهيد سريعة طيب بول بنات يا كابتن يعني حضرت التكلم على فكرة الدمج وفي بنات اكيد يعني هل تمرينة او تدريب البنات بيختلف عن تدريب الشباب ولا لا لا بالعكس احنا كنا بندمج البنات مع الشباب في تمرينهم تمرين واحد انهم هنزولوا شاركوا معهم اللي بيديها اللاعب لجهاز الفني فده بيطور من الجهاز الفني وبيبدع معاه في الملعب فالحمد لله هم كانوا اهل السكة وقدرنا لتواصل كتيم مع بعض كتيم طبعا بيحب بعضه احنا كنا متعاونين مع بعض جدا 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 كان هدفنا فعلا يعني ان احنا فعلا نرفع عالم مصر مشان نقدر فوز الجمهور اللي جي الدولة احنا بطلب تلاعب في ارضنا بجانب اللي احنا قبل مطشب بيوم احنا طبعا لدينا ناس مساعدة لمنتخب امريكا لما ساعد منتخب امريكا قال انا عكس بالبطولة بكل سهولة انا مازلت اللي بلعب كورتسلة ومازلت اللي لعب كورتسلة وبضرب ناشئين في مصر كورتسلة وسيدات برضو يعني المضارب الوحيد في مصر الحمد لله اللي بدرب سيدات في مصر كورتسلة فالموضوع ده اول ما قالوا احنا هنكسب احنا بالنسبة لنا احنا الريدي احنا بنركز بس الموضوع زادنا حماس اكتر زادنا استرر اكتر اللي احنا برضو برضو احنا عندنا غيرة على بلدنا لازمن نرفع عالم بلدنا طبعا فكان عندنا اصرار في الملعب فعلا ننزل من اول الجيم لازمن عرفوا مين هم المصرية صح لازمن عرفوا من المصرين مين ينزل يلعب في الملعب الحمد لله الحمد لله كان طوفي من عند ربنا سبحانه وتعالى طوفي من الجهاز طوفي من طبعا عدم اجز دارة اللجنة من جمهور يعني دي المساندة جميلة جدا جدا طيب حضرتك يقولي احنا ما عندناش دوري للعبة دي هل كل الاندية يعني بتمارس هذه الرياضة حتى مش على قدر الاحتراف هاي سي لعيبة في الاندية للأسأه هو فيه احنا حضرتك احنا عندنا دور كورت سل لكن ما عندناش دور كورت يد فالنقطة المهمة جدا جدا احنا وصلنا للمحارقة يعني وصلنا للنجاح لعلى كمة في النجاح المفروض يعني باللي انتو عملتو ده بتجبروا كل الاندية اصلا بتجبروا ان يكون فيه دوري لكورت اليد من خلال برنامج حضرتك هنا طبعا انا بطلب دلوقتي احنا وصلنا للمحارقة كويسة جدا جدا احنا نجمع لعب لكسر العالم بشهري الولمبيات جاية 28 احنا مش عاوزين نرضل قاعدين 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 ونيجي قابل الولمبيات مثلا ونقول احنا عاوزين نعم فريق كورت يد طب ليه من عملش دوري على مستوى مصر دلوقتي ونشجع الاندية صحيح عشان تفرز لعيبة اتحاد اللاجلة بالرنبية مع اتحاد اليد يبقى فيه تعاون مشترك في الجزئية دي ويعملوا خطة محكومة اللي احنا ننشر اللعبة في مستوى مصر لعله عسى يظهر لعيبة تانية افضل وافضل وافضل الموضوع مش مقفول على حد الموضوع احنا عاوزين احنا نفكر مين هيكسب مصر مين هيرفع على مصر محتاجين ايه عشان ننفس ده محتاجين طبعا يبقى فيه اهتمام من اندية طبعا ينشروا لها بالكورت اليد محتاجين دعم من اتحاد كورت اليد واللاجلة بالرنبية بكراسي اللي عندية لازم نفوى كراسي كبار طبعا بمواصفات خاصة الكراسي دي تيجي من برا كورسي ده ليه مواصفات خاصة الليه كوالده معاهم ما بتسنعش بمصر انجلترا فرنسا الدول المتقدمة دي هده مصنع للكراسي دي محتاجين برضو نبص على الخامات نبص على الناشئين الجيلي جديد نطلع من الناس القاعدة ديت نبتدي نحمل جيل يسلم جيل فربنا يكرمنا ان شاء الله ويبع عندنا اكبر اقوى منتخب لان الموضوع زي ما قلت لحضراتكو في البداية ده دي أولمبيات مساقرة يعني دولو يمثلوا أولمبيات فلسا عامجلس ان شاء الله ان شاء الله نفخرين جدا بالحضراتكو عملتوه كل التحية للكباتن واللعيبة اللي شاركو والحضرتك وللجهاز الفني اللي عملتوه ده حاجة مهمة جدا انتو خدتوا كاس عالم في لعبة جديدة دي تالت مرة بيشاركوا فيها جماعة وخدوا كاس عالم تغلبوا على أندية عندهم دوريات انتو متخيلين وبقالهم سنين في اللعبة الناس دي الجمعت قبل البطولة بشهرين اتنين لكن عندهم روح عندهم عزيمة عزيم يرفعوا في مصر فاحنا بندعوا كل المشاهدين وكل الناس اللي هي تشجعهم وتدعمهم وان شاء الله كل التوفيق اللي جاء كبت ان شاء الله وطبعا انا بقى الدلفوز ده باسم فرقتي وباسم المنتخب مصر كورت اليد للقب الروحي الرئيس عبتاح السيسي وتمنى من الله عز وجل ينون الرعاية ويقابل المنتخب لأنهم ما عايزين يودل مديلة الرئيس لطلبهم طبعا رئيس دائم وان شاء الله يصوتك كمان يوصلوا كابتن ومش بس كده كمان حتى النقاط الحضرات كلمت فيها المتعلقة بالدعم ومتعلقة بأنه يبقى فيه دوري لكرة اليد لكراسي المتحركة ويبقى فيه دعم يليق بالإنجاز اللي انتوا قمتوا بيه يليق بالمجهود اللي انتوا بزلتوه حضرتك طول اللقاء أكتر جملة دايما بتكرارها احنا كنا عايزين نرفع اسمه مصر شباب وبنات كنتوا موجودين في الملعب حضرتك قلت لي مفيش أي فرق فيه إن كان في التدريب في التأهيل البدني حتى التأهيل النفسي المجهود نفسه اللي كان في الملعب مفيش فرق بين الاتنين حضرتك كمان اتكلمت وحتى وانت بتدرب نفسه كمان المجهود اللي الشباب والبنات بيبزلوه وكانت نروح واحدة في الملعب إنه احنا عايزين نرفع اسمه مصر عايزين نعرف كل الدول الموجودة ولليها دوري زي ما محمد والكابتن كابتن محمد فارق كمان اتكلم الدول دي دول ليها باع طويل في هذه الرياضة عندها دوري عندها خبرة حتى دولية في التعامل حتى في المباريات دي أمام منتخب يعتبر منتخب جديد في هذه اللعبة لكن فعلا رجالة دي تنطبق على الشباب وعلى البنات على الروح على الروح اللي موجودة قلب موجود قلب على اسم مصر قلب على عالم مصر قلب إن البطولة دي مقامة على أرض مصر فلازم نعرف زي ما حضرتك قلت بالزبط لازم نعرفهم مين ولاد مصر ومين المصريين اللي يلعبوا وهي دي الروح بجد اللي احنا محتاجينها في كل الرياضات الموجودة كابت محمد فارج مدرد منتخب مصر لكرة اليد كريسي متحركة أنا بحقيه بشكر حضرك شكرا جزيلا وبوجه التحية لكل أبطال منتخبنا وكلمة أخيرة لو حضرك حايب تقول حاجة طبعا أنا حابب أشكر كاتبة الأبطال منتخب مصر كرة اليد بالكامل بجازي الفني بعد مجلس الدارة في اللاجنة المرانبية بحب أشكر على فكرة تم اختيار هداف البطولة من عندنا من منتخب مصر وأحسن لها من منتخب مصر أحب أشكر كل المصريين اللي اتشرفونا أحب أشكر شكرا خاصة دكتور حسن مصطفى ودكتور حسام فعلا على رعاعتهم لزيول الإمام في مصر وتمنى أن الله عز وجل فعلا تبعدين نقطة البداية الانطلاقة لنشر كرة المتحركة في مصر ويزهور عناصر جديدة وتحت الفرصة لجميع الزهور اللي احتاجات في مصر لجميع الزهور اللي احتاجات الخاصة في مصر ونقدر نكتشف في ما عندنا بدل المنتخب منتخبين وتلاتة واربعة وإحنا في ظهورك ومعاك ودايما يا كابتن وإن شاء الله دايما كده في المراكز الأولى في كل البطولات اللي بتشاركوا فيها شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك